هي لحظة إطلاق الرصاص الحي على عدسة تلفزيون فلسطين بشكل مباشر أثناء توثيق محاصرة منزل في منطقة المحاور وسط مدينة الخليل فبعد محاصرة منزل قديم مهجور لأكثر من ساعة وإطلاق النار وصواريخ المنرجة خرج الاحتلال يحمل جثمان شهيد مجهول الهوية ويدعي الاحتلال بأن هذا الشهيد هو منفذ عملية إطلاق النار على مركبة أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين في شارع خمسة وثلاثين بين بلدتي إذنى وترقوميا ساري العويوي تلفزيون فلسطين ابقى معنا ساري العويوي من الخليل ساري أهلا بك يبدو أن الشهيد غير معلوم الهوية أو مجهول الهوية يعني عرفت هويته أترك لك مزيد من التفاصيل ساري يعني بحسب هيئة الشؤون المدنية والارتباط الفلسطيني الشهيد هو مهند العسود من بلدة إذنى غربة محافظة الخليل ارتقى كما شاهدتم في التقرير بعد أن حاصر الاحتلال المنزل القديم المهجور في منطقة المحاور لأكثر من ساعة أطلق الرصاص وصواريخ الانيرجا على هذا المنزل ويعني أطلق الرصاص أيضا على المواطنين الذين كانوا في محيط هذا المنزل وعلى الصحفيين وتحديدا على عدسة كاميرا تلفزيون فلسطين وبعد أكثر من ساعة خرجوا يحملون جثمان الشهيد العسود من تلك المنطقة متهمين هذا الشهيد بتنفيذ عملية هذا اليوم بإطلاق الرصاص على المركبة الإسرائيلية على شارع 35 بين بلدتي إذنى وترقومية بتنفيذ هذه العملية التي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وبالتالي الاحتلال بعد أن حاصر هذا المنزل بطريقة همجية وبطريقة وحشية وأطلق الرصاص واستخدم كل أنواع الأسلحة على هذا الشاب ارتقى شهيدا وتم احتجاز جثمانه وأخذه من قبل جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص بشكل همجي على المواطنين الذين كانوا في محيط هذا المكان يحاولون معرفة ما يجري بعد أن وصلت قوة خاصة إلى المكان وهاجمت مجموعة من الشبان كانوا يعملون في البناء في القرب من هذا المنزل المهجور وبعد ذلك تفاجأوا بإطلاق رصاص حي بكثافة على هذا المنزل دون معرفة ما السبب وبعد ذلك اتضحت الأمور بأنهم يحاصلون شاب داخل هذا المنزل وهذا الشاب ارتقى شهيدا وهو كما ذكرنا مهند العسود من بلدة إذنى التي داهمها الاحتلال منذ ساعات الصباح وهو يقتحمها ويقتحم المنازل فيها ويصادر كاميرات المراقبة في كل المحافظة التي أغلقها بالكامل بالمكعبات والسواتر والبوابات الحديدية ومنع الدخول والخروج حتى وصل إلى هذا الشاب ما زاله هناك تواجد لجيش الاحتلال في مناطق مختلفة من المحافظة تحديدا سينجر التاء الواصلة بين مدينتي الخليل ودورة ولا نعلم طبيعة ما يجري هناك ولكن جيش الاحتلال يمنع أي أحد من الاقتراب إلى تلك المنطقة وأطلق الرصاص على مركبة قبل أكثر من ثلاثة ساعات مركبة فلسطينية لم يصب أحد بالرصاص ولكن حاول أكثر من مرة إطلاق الرصاص على المواطن في تلك المنطقة وأطلق القنابل الصوتية والغازية هذا المشهد أيضا تكرر في أكثر من مكان تحديدا في بئر المحجر في وسط مدينة الخليل بعد أن أيضا داهموا المحالة التجارية وصادروا كاميرات المراقبة حاولوا إطلاق النار على أكثر من مواطن في تلك المنطقة تحديدا مواطن من عائلة يغمور في تلك المنطقة وتم اقتياده واعتقاله إلى جهة غير معلومة إذن يعني مي شهيد برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزل مهجور لأكثر من ساعة وتم احتجاز جثمانه ويتهم الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار في صباح هذا اليوم والتي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين على شارع 35 الرابط بين بلدتي إذنى وترقومية حتى هذه اللحظة أنباء تتحدث عن محاولة أو استعداد الاحتلال لإقتحام منزل الشهيد في بلدة إذنى حتى هذه اللحظة حتى خروجنا على الهواء لم نتأكد من اقتحام جيش الاحتلال للبلدة ولكن هناك تواجد مكثف لأيليات الاحتلال على مدخل بلدة إذنى ربما استعدادا لإقتحام منزل الشهيد في بلدة إذنى شمال غرب محافظة الخليف أنت تتحدث أنا أتابع على شاشة مشاهد صعبة المحاصرة لمنزل إطلاق النار ومن ثم وضع الجثمان في كيس ونقله مع الجنود في السيارة العسكرية في هذا الجيب العسكري كنتم موجودين وشاهدتم هذا المشهد بشكل مباشر وهنا لنا أن نتخيل كيف يعيش أهالي المناطق التي يتم استهدافها ويكون هناك حصار لأحد أبنائنا وبالتالي تكون هذه النتيجة صف لنا الأجواء التي كنتم فيها أثناء عملية إطلاق النار هذه من بعدها حمل الجثمان بهذه الطريقة المؤلمة يعني ما يبصلاح تفاجأنا من كمية المواطنين الذين قصدوا المكان رغم أصوات الانفجارات العالية واستخدام الرصاص الحي بشكل متعمد على المواطنين تفاجأنا بالعشرات بل من مئات من المواطنين الذين وصلوا إلى تلك المنطقة وأخذوا يكبرون ويهللون في محيط هذا المكان وحين خرج جثمان الشهيد اعتلى أو يعني علت أصوات المواطنين وتفاجأنا بعد ذلك بإطلاق رصاص حي على المواطنين بشكل مباشر ما أدى إلى أصابة ثلاثة مركبات كانت تقف على قارعة الطريق في تلك المنطقة بالرصاص الحي الحمد لله لم يصب أي مواطن بالرصاص ولم يتصب أي صحفي حيث تعمد جيش الاحتلال أيضا في حال خروج جثمان الشهيد إطلاق الرصاص بشكل مباشر بعد أن كان الشبان يكبرون ويهللون بأصوات عالية بعد أن شاهدوا جثمان الشهيد وهو يخرج يحمله جيش الاحتلال من داخل المنزل بعد ذلك تفاجأنا بأن جيش الاحتلال بدأ بإطلاق الرصاص الحي وسبق ذلك إلقاء قنابل صوتية في محيط المكان ورغم هذا الرصاص وهذه القنابل إننا الشبان تواجدوا في المنطقة وأخذوا يكبرون ويهللون وبعد أن غادر جيش الاحتلال دخلت مجموعات كبيرة من الشبان إلى المنزل ووجدوا أشلاء لجثمان هذا الشهيد تم أخذ هذه الأشلاء بطريقة إسلامية خالصة وتوجهوا بها إلى مشفى عالية الحكومي حيث تم تسليم هذه الأشلاء إلى مشفى الخليل الحكومي في وسط مدينة الخليل هذا المشهد الذي شاهدناه أثناء عملية إخراج جثمان الشهيد من هذا المنزل المحاصر رغم الرصاص إلا أن الشبان كانوا يتواجدون بكميات كبيرة ويكبرون ويهللون رفضوا كل أوامر الاحتلال وإطلاق الرصاص والقنابل لهم تواجدوا في محيط هذا المكان ربما نبعد أمطار قليلة ولكن أطلق الاحتلال الرصاص والشبان كانوا يتواجدون في تلك المنطقة وأخذوا يكبرون ويهللون ويقفون حتى غادر جيش الاحتلال دخلوا إلى المنزل وحملوا هذه الأشلاء وتوجهوا بها إلى مشفى عالية الحكومي وهذا هو المشهد الذي كان في منطقة المحاور بعد محاصرة هذا المنزل لأكثر من ساعة وارتقاء هذا الشهيد الذي اتهمته الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار التي أدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين أشكرك جزيلا ساري لأوي نهر صعب عشته الخليل بل يومين صعبين عشتهما وتعيشهما هذه المحافظة شكرا جزيلا لك ستبقى معنا في نشراتنا وتغطياتنا